بعد أسابيع من اللقاءة والمشاورات السياسية هيئة الحوار والوساطة تضع للمسات الأخيرة على تقريرها النهائي المرتقب أن يصدر في الأيام المقبلة حسب الأرقان التي قدمتها الهيئة فقد قامت منذ بداية مهمتها بعقد لقاءة ثنائية من 23 حزباً من مختلف التيارات والتوجهات السياسية بالمقابل قام كاريم يونس ومن معه بالتحار مع 3677 شخصية من فوعل الحراك الولائي و51 جمعية ومنظمة محلية و55 جمعية و17 حركة شعبية ومنتديات تحاولت أيضاً مع 267 نخبة جمعية و51 طالباً جمعياً و49 من الأعيان والحكماء وقد 521 شاباً و31 ناشطاً و65 من النساء النخبة طال الزمن أو قصر ستنهيئة الحوار مهمتها التي أريدت لها والتي سيحكم الحراك والتاريخ إن وفقت أو فشلت فيها